احنا بنشوف بيسيرو المدرب البرتغالي اللي السيفي بتاعه اكبر من روي فيتوريا بيسيرو اللي درب اندية في البرتغال اكبر من مسيرة روي فيتوريا مع الاندية بيدرب في المنتخب الناجيري بسبعين الف يور روي فيتوريا كابتن حازم امام اللي اشيدة بالتعاقد اللي عمله ووقتها كان الاعتقاد ان الرقم بعيد تماما عن الرقم اللي حصل 200 الف يورو او دولار بدون الضرائب لا ده هنا في حاجة غير طبيعية تعالى كمان ما هو معلش ما هنا يا اما الناس في ريجيريا يعني بشطارة غير طبيعية لان بيسيروا اللي عنده خبرات حتى مع المنتخبات ودرب منتخب السعودية روي فيتوريا ما عندوش اي خبرة مع المنتخبات فاننا نجيبه ب200 الف يورو وده ب70 الف يورو ده فيها مليون علامة استفهام تعالى حاجة تانية بقى هتقول لي اصل وروي فيتوريا وكان بيدرب النصر بكذا هروح لك لحاجة ادارية يا صميم رؤية اللي بيدير ما هو انت مش توليت المسئولية يبقى لازم تتحاسب تتحاسب على ان ما كانش فيه فيجن يعني ايه؟ يعني انا لما اجي اعمل تعاقد مع روي فيتوريا عندي كاس الامم الافريقية 2023 في كودفور عندي كاس الامم 2025 في المغرب طبيعي ان العقد يكون فيه مرونة ان ما اقولش اصلا بلعب على التاول لكاس العالم اللي هو بنسبة كبيرة جدا محسوم بعد زيادة عدد المنتخبات الافريقية فمش ده التارجد انا التارجد بتاعي ان انا اظهر بشكل كويس في كاس العالم مش ان انا اوصل كاس العالم فالتحضير بتاعي كله قبل ما اوصل لكاس العالم شكل عامل ازاي اقيسه على ايه؟ اقيسه على امم افريقيا 2023 و2025 بان انا ادي نفسي سيء مثلا لو الراجل ده خرج من الجروب ستيج خلاص هنا مرحلة المجموعات يحق لي ان انا كاتحاد اناقش فسخ العقد معاه من اي طرف لو الراجل ده خرج مثلا من نوك او الدور الستاشر او دور التمانية تقدر تفسخ العقد بشروط يا اسامة مثلا انت تتعلق بشهر شهرين لو انا الراجل ده حقق معايا كذا هو مكمل ويبقى الشرط الجزائي ساي باقي مثلا كامل العقد انما ان انا سايب الدنيا كده ايه ده؟ اي عقل اي عقل صاغ هذه العقود وده من دور المشرف على المنتخب اللي جاء بالراجل وقال انا هتعقد معاه ليه دوره؟ لان القصة مش هو قانونية تقعد راجع القصة الفيجن والرؤية بتاعتي كشخص جبت رؤية فيتوريا عاملة ازاي؟ العقد نفسه يقولك ان ما فيش رؤية العقد نفسه يقولك يا اسامة ان ما فيش رؤية عشان الناس ما بتتكلمش في حتة العقد ده في حتة كابتن حزم امام بتقولك اه اختيار فني كابتن حزم امام بس التعقد ده اتحاد الكورة تعلق بان مفترض رؤيتك تترجم في العقد لا دخل بالك ده اما وصله لما هو ابعد وصله لايه؟ قالك حزم امام لما اختار رؤية فيتوريا الجميع اشاد ليه يا جماعة لما رؤية فيتوريا يخفق نروح كلنا ننتقد كابتن حزم امام هي دي النقطة بقية اللي احنا بنتكلم فيها وانا المفترض دوري انا كاعلامي مصري ايه اعمله مع مدير المنتخب الوطني اطلع اقول الاختيار غير موفق ولا اطلع عدعم لغاية لما اشوف التجربة ما هي المسؤولية عبارة عن ايه؟ انا راجل مسؤول بتاخذ قرار انا بعمل ايه؟ انا بسندك بس في النهاية بحزبك قالب با طب انا بحزب كابتن حزم امام على اختيار رؤية فيتوريا فقط لغير لا وارد جدا يكون اختيار رؤية فيتوريا كان ممكن يكون موفق لكن انا لما جيت عملت عقد مع رؤية فيتوريا انا المفترض احط في اعتبراتي نقطة يعني يمكن فرس قال تخرج من دور المجموعات تخرج من نوك قاوت لا ده انا عندي المنتخب ده وانا بتعقد مع رؤية فيتوريا واصل نهائي امم افريقيا الاخيرة وواصل المرحلة الاخيرة في الصعود لكأس العالم وخرج برقلات ترجيح ورقلات ترجيح يعني انت متعادل مع السنغال متعادل مع السنغال رقل الترجيح تدخل تاخد البطولة رقل الترجيح تدخل توصل كأس عالم اذا انا لما جي بقى اتعقد مع عبدالير فني تاني اقول له خد بالك ده انا اصلا مشيت موديل فني عشان ما اصعدش بيا كأس عالم وما خدش بيا امم افريقيا ده وصل نهائي فانت عندك القدرة انك تيجي تتولى المدير الفني لمنتخب مصر تصل الى هذه الدرجة يعني اقل حاجة تعملها لي تصل الى المربع الزهبي في امم افريقيا ولا ما عندكش وتبدأ تتفاوض اكيد المدير الفني وقتها اما حاجة من الاثنين يعني تحمل مسئولية انه يصل مربع الزهبي انا مش بقول لك ياخد البطولة انا بقول لك يصل المربع الزهبي طب يا اما يقول لك انا ما ادرش اغامر فخلاص اشوف مدير فني عنده القدرة انه ياخد المغامرة دي عنده القدرة انه ياخد رزق ده طب تعال انت هتاخد رزق ده ماذا سيحدث اذا لقينا المنتخب المصري بيودع ولم يصل الى نصف النهائي يبقى من حق انا كاتحاد افسخ العقد من طرف واحد دون اي التزامات على الاتحاد المصري للكرة القدم خاصة واحنا بنتكلم ان انا جايبك في تعاقد بـ 20000 يورو شفنا منتخبات ومنتخب انجولا والمدير الفاني المنتخب انجولا بياخد الديه ومبالغ قليلة جدا 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 ويمكن انت الاعلى موجود مع المنتخبات الافريقية هو ده اللي احنا نلوم فيه هو ده اللي احنا نتكلم فيه